اهلا بكم من جديد استقبلت الإدارة التنفيذية لطيران الخليج في مطار البحرين الدولي سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين السيد جاستن سيبريل الذي قام بجولة تفقدية لأحدث طائرات ناقلة الوطنية من طراز بوينغ 7879 دريم لينر التي انضمت لأسطول ناقلة موسومة بهوية طيران الخليج الكلاسيكية بمناسبة احتفالها بالذكرى السبعين لتأسيسها وتعد هذه الزيارة جزءا من فعاليات أسبوع اكتشف أمريكا والتي ضمت حضورا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين وشركة بوينغ وممثل وسائل الإعلام المحلية نركز هذا العام على قطاعات النقل الخدمات اللوجستية والسياحية بشكل خاص لذا لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك إلا من الحصول على فرصة زيارة أحدث طائرات من طراز بوينغ 787 دريم لينر المنظمة الأسطول الطيران الخليج مؤخرا ونحن متحمسون للغاية لوجود هذه العلاقة الوطيدة بين شركة بحرينية كبيرة مثل طيران الخليج وشركة أمريكية عريقة مثل بوينغ بينما نحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسنا العام المقبل نحن فخورون بتوسيع سطولنا وشبكة وجهتنا لخدمة مملكة البحرين وخدمة عملائنا بمنتجات وخدمات عالية الجودة إن هذه الزيارة تعزز التزامنا كمساهمين رئيسيين في الرابطة الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية نرحب سعادة السفير لزيارته لنا ببرنامج اكتشف أمريكا كنا سعيدين بلقاء سعادة السفير وطلعنا على جولة الطائرة طبعا تعاوننا مع البوينغ يرجع إلى 1977 فكان عندنا طائرات 737, 767 واليوم عندنا 787 ففيه تعاون على مر السنين بين البحرين وأمريكا وبالذات البوينغ اختتم الوفد التجاري البحريني برئاسة الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية زيارة ناجحة إلى ولاية قوة الهندية حيث شارك الوفد في معرض وقمة قوة النبضة فيبرانت قوة اكسبو ان سامت 2019 والذي استقطب أكثر من 15 ألف مشارك وزائر على مدى ثلاثة أيام من داخل الهندي وخارجها حيث شارك في المؤتمر والمعرض المصاحب أكثر من 530 مشارك من خارج الهند يمثلون 52 دولة حول العالم كما اجتمل المؤتمر على 25 جلسة نقاشية وصرح الدكتور الديري أنه تم عقد عدد من الصفقات التجارية والاتفاقيات إضافة إلى الاتفاق على تبادل الزيارات بين البلدين لدراسة أوجه التعاون والشراكة التجارية الممكنة وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية مساء الخير دكتور وبعد التحية كما ذكرنا في الخبر أن المؤتمر والمعرض تخلى له عدد من الصفقات الناجحة والزيارات الميدانية لبعض المشاءات والمصانع والمستشفيات وأيضا المراكز الطبية حدثنا دكتور عن هذه الزيارات وإمكانية عقد شراكات تجارية مع المؤسسات الهندية أهلا وسهلا 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 خير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام شكرا لكم هذا اللقاء وأولا لا بد من الإشارة إلى أن السوق الهندي حقيقة هو من أسواق الواعدة فالهند تعتبر شبه قارب جنوعها الجغرافي والثقافي والإثني والدين وكذلك الانتاجي متأكيد لا بد من الإشارة إلى أن عدد سكانها قد تجاوز المليار وثلاثمائة مليون نسبة حسب آخر الحصائيات واقتصادها من الاقتصادات الأسع نموا عالميا بنسبة فوق ثمانة بالمئة وتطمح الحكومة الهندية لأن يصل حجم السوق حوالي خمسة ترليونات عام الفين وخمسة وعشرين حسب هذه المعطيات فالسوق الهندي اعتبر جاذبا جدا وبالعودة إلى سؤال خلفابة فقد تم زياد بعض المستشفيات والمراكز الطبية مثل مستشفى منيبال واللي يمتلك أكثر من عشرة فروع منتشرة في الهند وخارجها وجار التشاور إن شاء الله حول إمكانية افتتاح فرع لهم في البحرين كذلك تم زياد بعض المصانع المتخصصة بعادة تدوير النفايات وتم دعوتهم لزياد البحرين وأيضا جار الإعداد لاستقبالهم في الأشهر القليل القادم إن شاء الله لدراسة إمكانية افتتاح مصانع مشابهة في البحرين نعم الدكتور عبد الحسن بالحديث عن هذا الموضوع كيف ساهمت هذه الزيارة في تعميق الشراكة التجارية والاقتصادية الحالية بين البلدين حقيقة العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين باربة في الجذور وتمتد إلى مئات السنين وقد تم تتويجها مآخرا بزياد رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي إلى البحرين ونال التكريم من جلالة الملك المفدى وكذلك الاستقبال الحافل من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لا ننسى طبعا هنا الزيارات السابقة التي قام بها جلالة الملك المفدى والقيادات البحرينية للهند فهذه الزيارة هي مواصلة حقيقة لهذه الزيارات من القيادة العليا لمملكة البحرين وكان لنا قبل هذه الزيارة المشاركة في معارض ومؤتمرات ماثلة في كل من نيودلهي وكشمير وحجربات وكلها تصب نحو التعميق وترسيق مثل هذه العلاقات التنائية التجارية بين البلدين نعم دكتور لضيق الوقت على عجالة كيف يمكن لمثل هذه الزيارات أن تفتح آفاق عمل جديدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية كما تعلمون فأن العالم أطبح الآن بمثابة القرية العالمية وفي ظل المنافسة المحتدمة في الأسواق وما نشهده من هواجس ركود اقتصادي فلابد من انفتاح على الأسواق العالمية وعدم الاكتفاء بالأسواق الإقليمية فضلا عن المحلية وكما أثلفت بالذكر فأن السوق الهندي يعتبر من أكبر الأسواق العالمية بعد السوق الصيني وبالتالي لا بد من التركيز عليه خاصة وأن العلاقات التنائية بين البلدين ممتازة وقوية وراسخ قدم العزل نحن هذا طبعا غني عن القول أعداد الجالية الهندية الكبيرة متوجدة في البحرين إضافة إلى سهولة الوصول إلى هذا السوق المتنوع العالمي فبالتالي مثل هذه الزيارة طبعا بلا شك سوف تفتح آفاق وهذا اللي لمسنا من خلال هذه الزيارة من كثير من الأعضاء الوقت البحريني نعم دكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية شكرا جزيلا لك ونتابع الآن مشاهدين أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى قراءة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد افتتح مؤشر البحرين العام تدولات هذا الأسبوع على تقدم طفيف بنسبة 0.05% مقفلا عند مستوى 1527 نقطة وشهدت تدولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وأيضا قطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين ومائة وسبعة ألاف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 336 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 46 صفقة وحازت أسهم قطاع الاستثمار على صدارة التدولات اليومية خلال تدولات اليوم أما بنسبة إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تباين في الأقفال بسبب النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثالث لهذا العام نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.27% وأقفلت تدولاتها اليومية عند أمستوى 7891 نقطة وذلك بسبب تراجع لقطاع التأمين بشكل رئيسي مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع بـ 10 نقطة مئوية تقريبا وأقفلت عند مستوى 6291 نقطة بدعم من تقدم لقطاع التكنولوجيا سوق بوظبي للأوراق المالية تراجعت بنسبة 0.28% وأقفلت تدولاتها عند مستوى 5148 نقطة بسبب هبوط غالبية مؤشرات البورصة خلال تدولات اليوم سوق دبي أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.13% وأقفلت تدولاتها عند مستوى 2787 نقطة وذلك بسبب ارتفاع قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية سوق العاصمة العمانية أقفلت على تراجع طفيف بنسبة 0.08% وأقفلت تدولاتها عند مستوى 3986 نقطة بتأثير من تراجع لأسهم قطاع التأمين بلغت قيمة عوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6.8 مليار ريال وبحسب صحيفة الاقتصادية فقد أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي سامة أن قيمة عوائد الاستثمار السعودي المباشر في الخارج تشكل ما نسبته 1.6% من إجمالي قيمة الاستثمار السعودي المباشر في الخارج وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 412 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2019 هذا ونمت قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنسبة 74% منذ عام 2016 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري أعلن مجلس الوزراء المصري عن وصول معدل البطالة في البلاد لأدنى مستوى له منذ 30 عاما ليبلغ 5.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 9.9% في عام 2018 وأشار المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلا أن العوامل الرئيسية التي ساعدت على انخفاض معدل البطالة وخلق فرص عمل تمثلت في تنفيذ الدولة 9.039 مشروعا خلال الفترة من شهر يوليو عام 2014 إلى شهر ديسمبر عام 2018 الماضي بتكلفة 130 مليار دولار أمريكي أعلن مكتب ممثل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر أن واشنطن وبكين تحرزان تقدما في مسائل رئيسية في نزاعهما التجاري مشيرا إلى أن المباحثات ستتواصل بين ممثلي أكبر اقتصادين في العالم وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين مرجحا أن يتم توقيعه الشهر المقبل احتفظ جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون بلقب أغنى رجل في العالم بعد تعافي سهم شركة أمازون من الانخفاض الحاد يوم الجمعة الماضي وتراجعت أسهم أمازون بنسبة 1.1% ليغلق السهم عند 1761 دولارا في آخر تداولات الأسبوع الماضي لتتعافى من انخفاض بلغ 9.1% في تداولات يوم الخميس يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن أول انخفاض في أرباحها منذ عامين